الرأي المبادرة دي والطرحت في مليس الأمن وصوتت عليها وخلت الباقين يصوتوا عليها هي نفسها الآن في سراع بينهم في البرلمان على سلسنة عدم التصويت لوقف القتال أو هدنة بسيطة حتى في غزة ما قادرين يعملوا بل الحكومة البريطانية الشرعية ذاتها كويس ما موافقة على هدنة فبالتالي دائر سراع كبير جدا في البرلمان البريطاني تخيل هل سيدي ما حقار عليك الله عليك دينك النازل ما حقارين راجع ما دا استيطار أجيب خلاص يا أخي دا استيطار بالدولة السودانية والشعب السودان بطريقة يعني لكن احنا بنجلة دن عليكم والله وارك حاولا نشوفكم زاته والله اقسم بالله العظيم الصارقة اللي بتعملوا في هذه يعني دا بس بيثبت لك ان المجتمع الدولة دا عبارة عن كذبة ليس إلا يعني طب لو جينا حسبنا نجي بالقانون وبالدستور وبالمنطق وبتاع يعني أنا دا رسأل المملكة المتحدة البريطانية لو جزء من القوات الملكية الكلام دا يا اخواننا يعني الناس الملاكة في الترجمة وعندها ملاكة في الكلام الكلام دا قولوا اليوم يا اخواننا الناس اسحابينasz time Acts من المنصات في اليوتيب اسحاب المنصات في تويتر الناس يتكلموا اتكلموا بالطريقة دي اسألوا الاسئة المنطقية الشرعية دي حيتفعل معاكم الشعب ذاته والمناسة ما تستهتروا بالمواضيع دي بذاته المقيمين برا يعني عندكم Viktor Freedom of Speech زي ما بقولو فاسألوهما السؤال بالنسبة للبريطانيين مثلا. لو حصل تمردت واحدة او فصيل من الملكية البحرية البريطانية. بنفس الطريقة الحاصلة. نفس situation الحاصلة في الدولة السودانية ده. تعال نشيله. نودي ايه? نودي بريطانيا. بمسمة بسيط مثلا. واحدة من الفصائل من الفصائل تعتجشها البريطانية او واحدة من الوحدات. تمردت على منو تمردت على القوات الملكية البريطانية وان في لندن او في اي حتة. في برمنجهام في مايشستر في واريبر. الدولة حيتكون فهمة شنو في الموضوع ده. ما تمردت ساي. لا كمان لو تمردت ساي انا اعلن تعملوا البريطانيين حيتعاملوا مع الموضوع ده كيف? حيتعاملوا معه بالقوة الغاشمة. لحد ما نسيت رؤوا يفرضوا هي بيت الدولة. فما بالك لما ايجوا الفصيل من الفصيل من البريطانيين اللي تمرد من الجيشة من السلاحة سلاحة الجوال او سلاحة البحرية الملكية. اتمرد ويستعان مثلا بفرنسيين لالفرنسيين الصوتوا هناك. استعان بفرنسيين اجانب داخل داخل المملكة المتحدة ولبسوا الكاكي بتاع من الفصيلة اللي تمرد على بريطانيا في لندن ولا مايشستر واريبر. فالتعامل حيكون عامل كيف مع البريطانيين. ما حيكون دشمان حيكون في ركب ما بعد هو ركب. وان في الشوارع بتاع دلن. حيكون المعركة بتكون شريسة جدا. وحتكون سريعة جدا لفرضها لفرضها هيبتة الدولة. لا عشان هما بريطانيين. تعاني اشيل الكلام ده انا ودي في امريكا. نفسي الكلام ده حيحصل في في امريكا. تعاني اشيل الكلام ده انا ودي مسلا لكندا. نفسي الكلام ده حصل. تعاني اشيل الكلام ده انا ودي لفرنسا. نفسي الموضوع ده اي دولة تمسكة سوى اقليمية ولا ولا انجليزية ولا ورافة في العالم العالم المعفين اللي احنا قاعدين فيه ده هيكون ده التعامل بتاع الدولة بتاعته. فما بالك لما انا اضيف لها اضيف لها التجويد واضيف لها الزيت والشمار بتاع الدعم السريع القاعدة ملواصف بالسودان. فبطبيعة الحل. وما هتخلي دولة تدخل في شؤونه. بل بالعكس هتكون رادعة جدا حتى في الرد على الدول القاعدة تتكلم هالكلام ده. هدن على اي اساس انت بتساوييني مع منه يعني. وهو يعلم تماما. يعلم تماما كحكومة وكأوساته وكسياسة. يعلم تماما فوائد الهدن على منوع على المتمردين. الامم المتحدة تعلم تماما الهدنة الموضوع بتاع المساعدات الضغطت فيه على الحكومة. تعلم تماما انه مساويه ويجابياته وسلبياته على الحكومة السودانية. وتعرف سلبياته على المواطن نفسه. انت لو وديت شعيرية للمواطن دهس في المقام بالطريقة اللي انت فرضت عليه دي انه ادخل ما ما فرضت ليه المعابر الجوية. انا ما عم فيها مشكلة. اي معبر جوية انا ما عندي فيه مشكلة. تحتصر. تحتصر سيطرة الدولة وشرعية الدولة. ما هو ده الظرفي انا عامل كده. فلازم تتعامل معي على اساس الظرفي. لانو تتعاملت مع البرهام مسلا كشعرية بتاعت البلاد لانو ماش اتكلم معه في الامم المتحدة. ففرض عليه شنو فرض عليه معبر بري. المعبر بري مع دولة زي تشاهد الليلة وزي الخارجية بيطلع بيتكلم بيقول انا هو معترف بالحكومة ذاته. فما متعاونين معنا في الحدود. دي معنا شنو? هسي الامم المتحدة انا يا اخوانا الحياة دي ما دمان شوها. طالبوا يا خامشو تويتر. طالبوا النازل. طالبوا المجتمع الدولي. طالبوا منشن الامم المتحدة. الامم المتحدة تلقلها الفي منشن. تلقلها انو يا اخي انت عامل لك كوسم ومنشن بتسئيلها لا سألها دي. هتجاوب. هتأثر عليها انت تغير دور الإعلام ده بسيط. لما انت خاطئة مثلا تقول لي انت فرضت عليه انو انا دخل بمعابر مع دولة. انا عدو بالنسبة ليه الآن زي التشات. بدل ما انت تقول لي ان المعابر عندك المطارات عندك متار الفاشر زي ما انتم قد華 ما كفه مطار الفاشر والسيعة بتاعته ما ما انك تعمل مقازم بتاع بتاعえ اتغاثة ولا تعمل منه مركز بتاع توزيع. عندك مطار كوردوفان البنغو ساق شنو. مشهد عملته معبر بري. المعبر البري مش كنت مع الجارة �ارة تشات. الجارة تشات عندنا مشكلة معاه. ما عندنا مشكلة مع الشاب عندنا مشكلة مع الحكومة حرفيا يعني. الدليل شنو دليل الليلة دي الليلة دي الليلة دي كلامه. وكلام كده تصريح من وزيرة الخارجية ذاته بتاع الدولة دي. انا قال لك شنو قال لك يا اخي انا. والله انا ما معترف بحكومتكم دي ذات. ولا يعني ولا في تعاون اصلا بيننا بين الحدود. دي معناه شنو? دي معناه انو الحاجة الجاية الحاجة الجاية من تشاد عبر المعبر دي ما حيكون عليكم ترر. الدليل شنوع الكلام ده. الدليل الوزيرة الخارجية بتاع التشاد. بمعنى شنو فانو الأمور طيبة بتاعت الدامة يتشون ولا رقيب ولا حسب. انه حاجة الجيش والقوات المسلحة والحركات المسلحة حتى لو مسيطرة على معبر الطينة. ده كلام ده خطير يا جماعة. الكلام ده انت دورك عزيزي المستمع تعمل شنو? بكله ادب واحترام. تمشي تويتر بتاعك. تمشي المنصات اللي انت قعد تقعد فيها. منشينا النازل منشينا الامم المتحدة. التساءل في الاسئلة المشروعة دي. اضغط يا اخوانا. اضغط يا شباب خلوا الحفلات الله يرضى عليكم يا. اضغط يا يا اخوان كله قعد احتفل يا شباب. في شنو يا اخوانا قعد حفلاتكم ودنياتكم مبتع. اجلة شوية يا اخو. اخو ما تأجلة. اخو اعتفل بس في صمت يا. لكن اعمل دور. انت قاعد لمسلا القاعدة برا ده حتدوم لك. والله ما بتدوم لك. الحاجة اللي بتتشاف ده انا ودر امال لك يا مصلحانة ده اطيب انا فوقي نعيش حياتي. لكن قاعد عيشة بصمت. الحاجة اللي انت اللي انت عايشة دي ما في النهاية انت حتزد امد مع احد انتهي يا امان. القروشة اللي بتدفعها في الحفلة ولا بتاع. والله حت انتهي. اها حاجة من وين تاني. الفي سنامك بانتهي يا زول. انت ماشي في وضع دو دي انا عامل كده. في حاجات ما تفوتوا يا اخي. المثقفين الفنانين الاعلاميين الناس السائل عندهم منصات الاي فهم. اضغطوا في الحاجات دي. هل تعلم مثل الكلام الحاصل ده خطير جدا انو يا اخي حكومة بتشاهد تطلعت بوزير خارجية تبتصرح زي ده والامة المتحدة تفرض عليه انو انا دخل مساعدات بمعبر بمعبرات طينا. كلام ده مصيبة. تاني حتدخل الموضوع شنو حتدخلنا فيه تاني دخلوا اسلحة دخلوا ما عارف شنو بتاع. يلا انت دورك الكلام ده انت بتضغط فيه بتجيف وزارة الخارجية افترض بكرة تروت على الكلام الفارغ ده. طوالي تنسف طوالي تنطمن الاتفاقية. اسي ده 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 لوزارة وزارة الخارجية ده مش كلام منطقي. انا بكرة بشيل التصريح بتاع وزيره الخارجية التشاد. بشيل التصريح بتاعه. هيكون في يعني الموضوع لما اشيل الحياة ده اسباب منطقية ومفهومة. انو انا هحاول اعدل بقدر الامكان اخلي الاتفاقية بتاعت المعابر والحاجات دي تكون منطقية. وبتكون في صالح الدولة السودانية وبمراجعة الدولة السودانية. اللي هو بخليها منطقية من ناحية شنو? من ناحية انو يا اخي الاتفاق ده اتفاق ممتاز. المعابر اللي بيجنوا بالسودان بيقوستي بيغيره بيغيره ممتاز متفقين فيها. مطار برسودان متفقين فيه. عندنا تاني حاجة تاني. اللي هو مطار الفاشر متفقين فيه. احتجتوا مطار تاني. مطار الابيت. ابقوا مراكز كلها مراكز توزيع اللغاثة. يلا الحاجة دي بتحصل كيف? بتحصل في مناطق اللغاثة دي. انا بجيب مثلا بعمل المطار بتاع الفاشر. بعمل اه مراكز بتاعت مراكز بتاعت استقبال المساعدات. والتمحيس والتفحيس والفحص. ومن ثم الطيارة داته جابت الحاجات دي ممكن تقلع تمشي لحد مطارات الدعم السري دات. انت مماشي للمواطن صح? لكن انا راجع كدولة اول. بعد ذلك تمشي شنو? تمشي المعابر المطارات التانية. او ممكن بالعربات تحت حماية المنظمة ذات. المنظمة ديها محمية بالمجتمع الدولي كله. المجتمع دولي الكذاب ده. تطلع تمشي بالدريبات تمشي بالبرعة دي لتصل على الحتات دي. لكن الطيران ايجي في المطارات السودانية. الدولة الشرعية الحكومة الشرعية اللي هو اللي عندنا الحتات المساعدة ده وضعنا كده. الحاجة دي لو ما انت دغطت فيها انت سمها او انت قاعد تدفع التمم بالمناسبة دي. لانه الليلة بالتصريح بتاع وزير الخارجية التشادي ده. انت انت دخلت بالمعبر ما دخلت بالمعبر في النهاية ما هيكون في التعاون. احنا اخوان عندنا دشمان مع تشادي. ما مع الشعب عندنا دشمان مع الحكومة. دليل وزير الخارجية تطلع قال الكلام الفارغ ده. ما معترب بينه ولا معترب بحكومة ذاته وقال دي ما شرعية. فبالتالي حيكون يحصل شنو في المعبر. كلا لك انت تتخيل. فالحاجة هي تضغط فيها. بنفس المنوال ده فرض علينا المجتمع الدولي اكبر وكذوبة في الكوكا فرض علينا ايش ما فرض علينا الموضوع بتاع الهدنة. مشهد بريطانيا تانية ايضا نفتد. مشهد بريطانيا مشهد الشعرانت. مشهد قالت دار تعمل هدنة في رمضان. وهي تعلم تماما المستفيد من الهدنة دي منه. يلا انا هس انت كزول قاعدة في مصر ولا زول قاعدة في السعودية ولا زول قاعدة في أي حتة يا انا والله عندي لك شغول. انا دا. والله عندي لك شغول. مشهد حفلة تجليز بطن انا لديك شغل شغل بسيط الحياة التي نتكلم فيها عندما تحسي بها هذا دورك تعمل فيها انا بس بديك مثال هم يعلموا انه هذه الهدنة يستفيد منها الدعم السريع بس ما لاقي ضغط جماهيري الناس ما فاضي من الحفلات الناس ما فاضي من الطرب والحفلات والشبشب والامور في حاجة الحاجة لو ما ضغطها انت ما في زو بيركز معك فيها اضغط ده بارت منك في عندك مقاتلين الناس بيتفديك بيدمها في الميدان انت اعمل ولو بارت بسيط البارت ده ما بكلبك اي حاجة اربط لك الموضوع